فيما تعمل القوى الكبرى العالمية على إتمام ما تسمى بصفقة القرن في مطابقها التي لم تعد سرية صعدت السلطة الفلسطينية من خطاباتها وقررت الانتقال إلى ما هو عملي في مواجهة تعنط كيان الاحتلال والدعم الأمريكي له الذي يتعامل مع الطرف الفلسطيني بلغة الإملاءات فكل ارتباط مع سلطات الاحتلال تمهيدا لسحب الاعتراف بالكيان هو الورقة الجديدة التي قررت السلطة الفلسطينية تفعيلها حيث أوعزت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للحكومة الفلسطينية البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات تفك الارتباط مع سلطات الاحتلال على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها فكل ارتباط هذا يفتح الباب أمام تعليق اعتراف السلطة الفلسطينية بالكيان الصهيوني إلى حين اعتراف الأخير بدولة فلسطينية كما تريدها السلطة على حدود العام سبعة وستين إضافة إلى إلغاء قرار ضم شرق القدس ووقف الاستيطان الذي لطالما كان عقبة في طريق جميع جولات المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال موقف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لم يقف عند ذلك الحد بل قررت التوجه لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وهو يأتي قبل أيام فقط من خطاب مزمع لرئيس سلطة محمود عباس من المقرر إلقاؤه أمام مجلس الأمن سيؤكد فيه عباس ثبات الموقف الفلسطيني على القانون الدولي وشرعية الدولية وبما يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام سبعة وستين إذن يتوقف المشهد السياسي الفلسطيني عن الدوران في انتظار نتائج اللجنة المكلفة بفك الارتباط وكلمة محمود عباس أمام مجلس الأمن ليرى ما إذا كان تصعيد المنظمة وسلطة الفلسطينية ضد الاحتلال سيحدث اختراقا في جدار القضية الفلسطينية أو سيدفع بالمجتمع الدولي للتحرك لوقف القطرسة الصهيونية في الأراضي المحتلة على الصعود كافة والوقوف أمام المارد الأمريكي الذي يتعامل مع المسألة بلغة الإملاءات والأوامر أم إن الأمر سيكون كما كشف مسؤول غربي بأن الخطط الأمريكية للقضية الفلسطينية أو ما بات يعرف بصفقة القرن هي للتطبيق وليست للتفاوض اشتركوا في القناة